بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحواه حدثنا بن المصفى قال حدثنا بقياه قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك حدثنا مسدد قال أخبرنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا قال أبو داود أبان بن طارق مجهول حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله باب في استحباب الوليمة للنكاح حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه حدثنا حامد بن يحيا قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر باب في كم تستحب الوليمة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقافي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري مسموه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة وريا قال قتاده وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة وريا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول باب الإطعام عند القدوم من السفر حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة باب ما جاء في الضيافة حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه قال أبو داود قرأ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويدحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقه حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبة حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم قال أبو داود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التي في النور فقال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال إني لأجنح أن آكل منه والتجنح الحرج ويقول المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب باب في طعام المتباريين حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال سمعت عكري متى يقول كان بن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يأكل قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه بن عباس وهارون النحوي ذكر فيه بن عباس أيضا وحمد بن زيد لم يذكر بن عباس باب الرجل يدعى فيرى مكرها حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي إلحقه انظر ما رجعه فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك فقال إنه لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق باب إذا حضرت الصلاة والعشاء حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى القطان وقال مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمة الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ زاد مسدد وكان عبد الله إذا وضع عشاءه أو حضر عشاءه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا معلى يعني بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال عبد الله بن عمر ويحك ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك باب في غسل اليدين عند الطعام حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة باب في غسل اليد قبل الطعام حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام قال أبو داود وهو ضعيف باب في طعام الفجأة حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثني عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا ليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو جحفه فدعوناه فأكل معنا وما ما السماء باب في كراهية ذم الطعام حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه باب في الاجتماع على الطعام حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار باب التسمية على الطعام حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمه عن أبي حذيفة عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني بن يونس قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخرة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه قال أبو داود جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه باب في الأكل متكئا حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا وكيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنسا يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقع حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان باب في الأكل من أعلى الصحفة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن يأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها حدثنا عمر بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق حدثنا عبد الله بن بسر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يحملها أربعة رجال يقال لها الغراء فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر عن الزهري وهو منكر حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري هذا الحديث باب الأكل باليمين حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدن مني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك باب في أكل اللحم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ قال أبو داود وليس هو بالقوي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال أبني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ قال أبو داود عثمان لم يسمع من صفوان وهو مرسل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاح حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الزراع وكان يرى أن اليهود هم سموه باب في أكل الدباء حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ باب في أكل الثريد حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن إكرمة عن ابن عباس قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس قال أبو داود وهو ضعيف باب كراهية التقذر للطعام حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال لا يتخل جن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها حدثنا بن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرني عبد الله بن جهم قال حدثنا عمر بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها باب في أكل لحوم الخيل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن عمر بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى نا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن لنا في لحوم الخيل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوة وكل ذيناب من السباع قال أبو داوود وهو قول مالك قال أبو داوود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه قال أبو داوود هذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفله وعلقمه وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها باب في أكل الأرنب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها فقبلها حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويدث يقول إن عبد الله بن عمر كان بالصفاح قال محمد مكان بمكة وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمر ما تقول قال قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض باب في أكل الضب حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا وأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة التي في بيت ميمونه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حدثنا عمر بن عون قال حدثنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب به قال فلم يأكل ولم ينه حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا بن عياش عن ضنضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب باب في أكل لحم الحبارة حدثنا الفضل بن سهل قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة باب في أكل حشرات الأرض حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غالب بن حجرة قال حدثنا ملقام بن تلب عن أبيه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرات الأرض تحريما حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال حدثنا السعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما قال قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندر باب ما لم يذكر تحريمه حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني بن شريك المكي عن عمر بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه باب في أكل الضبع حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم باب ما جاء في أكل السبع حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذيناب من السبع حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانه عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذيناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال أخبرنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذوناب من السبع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير حدثنا عمر بن عثمان قال أخبرنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر قال ابن عبد الملك عن أكل الهر وأكل ثمنها باب في أكل لحوم الحمر الأهلية حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال للقرية يعني الجلالة قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سليمان حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر أحدهما عبد الله بن عمر ابن عويم والآخر غالب بن الأبجر قال مسعر أرى غالباً الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن نأكل لحوم الحمر وأمر أن نأكل لحوم الخيل قال عمر فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبا ذلك البحر يريد بن عباس حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها باب في أكل الجراد حدثنا حص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت ابن أبي أوفا وسألته عن الجراد فقال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أو سبع غزوات فكنا نأكله معه حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا بن الزبرقان قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه قال أبو داود رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكري بن يحيى بن عمارة عن أبي العوى من جزهر عن أبي عثمان النهدي عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله قال أكثر جند الله قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام قال أبو داود رواه حمد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان باب في أكل الطاف من السمك حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال أخبرنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه قال أبو داود روا هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحمد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب في من اضطر إلى الميتاح حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمراح أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت رأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما طعامكم قلنا نغتبق ونصطبح قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال ذلك وأبي الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال قال أبو داود الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار باب في الجمع بين لونين من الطعام حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمه قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به فقال في أي شيء كان هذا قال في عكة ضب قال ارفعه قال أبو داود هذا حديث منكر قال أبو داود وأيوب ليس هو السختياني باب في أكل الجبن حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمر بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع باب في الخل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثني سفيان عن محارب بن ديثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثن بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل باب في أكل الثوم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معاه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي قال أحمد بن صالح ببدر فسره بن وهب طبق حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حثيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا حميد بن هلال عن أبي برده عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح ثوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك قال فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر قال إن لك عذرا حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا خالد بن ميسره يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لابد آكلوهما فأميتوهما طبخا قال يعني البصل والثوم حدثنا مسدد قال أخبرنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا قال أبو داود شريك بن حنبل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا حا وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل باب في التمر حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيا عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل حدثنا محمد بن عمر بن جبلة قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر في هدود فذكر معناه باب الإقران في التمر عند الأكل حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك باب في الجمع بين اللونين عند الأكل حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب حدثنا سعيد بن نصير حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا حدثنا محمد بن الوزير حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت بن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلميين قالا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبدا والتمر باب في استعمال آنية أهل الكتاب حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم حدثنا نصر بن عاصم حدثنا محمد بن شعيب قال أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي فعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا باب في دواب البحر حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبرة فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم إليه فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمئة حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل باب في الفأرة تقع في السمن حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونه أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب باب في الذباب يقع في الطعام حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الزباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء بل يغمسه كله باب في اللقمة تسقط حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له باب في الخادم يأكل مع المولى حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين باب في المنديل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها حدثنا النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها باب ما يقول الرجل إذا طعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رباح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا باب في غسل اليد من الطعام حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يدومن إلا نفسه باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله قال صنع أبو الهيثم التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عباده فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة آخر كتاب الأطعمة آخر كتاب الأطعمة آخر كتاب الأطعمة